تعالوا نروح ليه ناصر مهر موقف ناصر ايه ناصر عنده عدد كبير او من العروض يعني فعلا فيه عروض كتير جدا لناصر مهر من الدوري المصر لكن لسه ما تمش الاتفاق ما بينه ما بين نادي الاهلي على النادي اللي هو يروحه خلال الفترة اللي جاية ومن الوارد كل شيء برضو انا لازم اكد على الكلمة دي لان انت متغيرات كتيرة جدا في المفوضات المتغيرات كتيرة جدا في كرة القدم فاي حاجة وارد حدوثها يستمر اللعب بقى يخرج عارة يخرج بكل دوري لكن الاقرب حتى الان ان في تواصل مع بعض الاندية الاستقرار لسه على الاني نادي اللي يروحه ناصر مهر لسه ما تمش الموافقة او لسه ما تمش تحديد الوجهة المقبلة بالنسبة لناصر مهر مصطفى البدري الاهلي تعقدوا اعلن تعقدوا من كم يوم مع مصطفى البدري بشكل رسمي والرجل موجود جوان نادي الاهلي اللي هيحصل الفترة الجاية خلاص مصطفى البدري خارج عارة بشكل مؤكد انا بقول لحضراتكم برضو انا نادي رايح مصطفى البدري حتى هذه اللحظة الاقرب جدا جدا من نسبة 99% هو فيوتشر اعتبر ان هو راح فيوتشر من الاخر يعني بالنسبة لمصطفى البدري عارة لمدة موسمين بنسبة كبيرة يعني اعتقد موسمين يحق النادي الاهلي بعد الموسم الاول انه ما يستعيد اللاعب حل رغبة النادي الاهلي في ذلك محمد عبد المنعم انا بحاول اجيب لحضراتكم كل الملفات وكل الاسماء اللي انتوا تسألوا فيهم محمد عبد المنعم احنا عارفين ان هو كمعرف من النادي الاهلي لسموحة دلوقتي موقف اللعب ايه اللعب موجود في النادي الاهلي وفي اتجاه لاستمرار محمد عبد المنعم داخل النادي الاهلي هو مدافع مميز جدا بس ده استنتاج بقى من عندي الحتة اللي جاية دي استنتاج من عندي الموضوع مرتبط شوية بساعة لو ساعة خرج اعارة او خرج راح النادي تاني ممكن محمد عبد المنعم يكمل ما فيش قرار نهائي بخصوص محمد عبد المنعم ان هو يخرج ولا بس حتى هذه اللحظة الاهلي عايز محمد عبد المنعم يكون موجود معاه في القايمة الموسم الجديد لان الاهلي بيقوي قايمته بشكل كبير جدا ده فيما يتعلق بكل الأسماء اللي داخل الفريق وآخر التطورات والكواليس بالنسبة له ومين قاعد ومين ماشي والأمور ماشي ازاي اعتقد قلت لحضراتكم كل هذه الأمور